تاتو الموز تعيش بدون ملابس والتقطات على أوراق الأشجار قررت سيدة أسترالية التخلي عن العديد من العادات التي كانت تكلفها مبالغا باهظة بحسب قولها وقالت أنها تمكنت من توفير آلاف الدرارات لتنتقل للعيش في كوخ صغير بإحدى الأدخال في أمريكا الجنوبية وأوضحت تلك السيدة التي أطلقت على نفسها اسم فريلي أنها تخلت عن جميع مستحضارات ولوازم التجميل مثل أدوات الزينة المكياج وغسيل الشعر مثل الشامبو وقالت أيضا أنها امتنعت عن التخلص من الشعر الزيت بجميع أنحاء جزتها مشيرة إلى أنها تقوم يوميا بزراعة الفاكهة أمام الكوخ الذي تعيش فيه وتقطات فريلي البالغ من العمر 37 عاما بشكل رئيسي على أوراق الأشجار والنباتات والعشاب البرية وغالبا ما تفضل أن تكون عارية بدون ملابس ورقب فتاة الموس هو الأحب إلى قلبها بخاص بصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن فريلي تستحام بمياه الأمطار وتشرب من مياه الجداول والينابيع الطبيعية ترجمة نانسي قنقر